عقدت الهيئة الخيرية الهاشمية اجتماعا بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني والمشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الاردن صالح المري وأمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإغاثة الطبية العربية معالي الدكتور عوني البشير لتوقيع ثماني اتفاقيات السفير الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني اشهد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات القطرية في الاردن على الصعيد الانساني معتبرا ان الجهود اكسبت قطر الخيرية سمعة طيبة على الصعيد الاقليمي وفي جميع انحاء العالم وسوف تكون مستمرة باذن الله تعالى عمل مؤسساتنا الخيرية القطرية بالاردن تم من جانب الاردن تسهيل جميع الامور لهم طبعا اقدر عمل مؤسسات انه على رأسها قطر خيرية التي يعني اخذت سمعة طيبة سواء اقليميا او دوليا فتأمين هذه المساعدات للمحتاجين سواء بالاردن او طبف القربية او قزة او اي مكان اخر هو في الدرجة الاولى عمل انساني وان شاء الله باذن الله تعالى يكون هذا العمل مستمر مع اشقائنا واخواننا في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وهذا التعاون المستمر ان شاء الله في هذه المجالات الانسانية العظيمة امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اكد على التعاون المستمر بين الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وقطر الخيرية مؤشرا الى ان الاتفاقيات الثمانية تمثلوا خطوة للامام نحو تحقيق الرسالة المنشودة في دعم المجتمع المحلي واللاجئين اليوم وضمن اطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي والمستمر ما بين الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وقطر الخيرية تم توقيع ثمانة اتفاقيات لدعم اللاجئين السوريين ودعم الاخوة في الضفة الغربية وقطاع غزة باتفاقيات متنوعة سواء في القطاع الصحي أو القطاع الإغاثي التعاون مستمر ما بين الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وقطر الخيرية اللي يعكس رؤية القيادتين في البلدين لمواجهة كافة التحديات ويأتي التعاون في اطار الجهود المستمرة والتي تبدلها قطر الخيرية في تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الانسانية بما في ذلك تنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية استجابة لحالات الطوارئ والأزمات بالإضافة إلى الرعاية المجتمعية